الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستهلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام قبل أسبوعين ذكرنا الجنة ونعيمها وقبل أسبوع ذكرنا جهنم وعذابها واليوم سوف نتكلم عن الموت كثير من الناس في غفلة في ضلال يحتاجون من أن يذكرهم أحدا بالموت أو برب الموت بربهم بخالقهم برازقهم برب المرية برب البشرية برب الناس أجمعين يقول ربنا تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها من النار وأدخن الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر لفتنه وإلينا ترجعون وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ وقال تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبِقَى وَجِهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Kardeşlerim iki hafta önce cennet ve onun nimetlerinden bahsettik. Bir geçmiş 10 hafta cehennem ve azabından bahsettik. Bugün de ölümden bahsedeceğiz. Birçok insan gaflet içerisine girdi. Ölümü hatırlamıyor. Ta ki cumadan cumaya, bayramdan bayrama, Ramazandan Ramazan'a namaz kıldığını görüyoruz. Ama oysa أَلْمَوْتُ حَقُّنْ وَالْحَقُّ أَنَّنَا نَمُوتُ وَرَبُّنَا حَيُّ اللّٰيَ مُوتُ Ölüm haktır. Ve hak odur ki hepimiz öleceğiz. Ve Allah bakidir. Allah bakidir. Ve yarın Rabbim Tebareke ve Teala dünyada yapmış olduğumuz amellerinin iyiyse iyi, kötüyse kötü bizlere orada soracak. كُلُّ بِدَيَ لَهَا نِهَا Her başlangıcın bir sonu vardır. Yani dünyaya gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi gidişimizde, dirilişimizde bizlere sorulmayacak. Niçin? Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O de yüce Allah'ın iradesidir. كُلْنَ كُلْنَ بِدَيَ لَهَا نِهَا Yani kullu mahlukın على وجhil ardı لَا بُدَّ اَنْ يَرْحَلْ إِلَا اللّٰهِ Kullu mahluk الكبير والصغير والغني والفقير والعزيز والزَلِيل Kullu yani Türkçesi Zerreden Kübra'ya Arş'tan Sema'ya Doğu'dan Batı'ya Kuzey'den Güney'ya ne kadar yaratılmış mahluk varsa hepsi fanidir ve Allah bakidir. Tebareke ve Teala Bir Müslüman böyle düşünmesi gerekiyor ya şimdi Cuma'dan Cuma'ya kınanları görüyoruz geçenlerde adamı namaz kıl ya kılıyor musun? Yahu diyor benim annem namaz kılıyor. Yahu senin annene farz ise sana da farzdır yahu kıl ya Müslüman ya bir gün göreceksin ki İmam Efendi çıktı Fulan İbn Fulan'ın tekale ila rahmetillah gittin göçtün ve orada Allah Tebareke ve Teala sana soracak çünkü ölüm haktır ve kabre konulduğun zaman munkerun veleki yeri kiramın katibin dünyada o yapmış olduğu amelleri yazdılar ve orada sana soracaklar ey insan ey insan hakkıyla dünyada Allah'a kulluğunu yaptın mı? yapmadıysan o zaman orada hani ne olacak? Orada vallahi bir kişi kabirde orada ağlayacak 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 hany yömet قلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول والله العظيم يا اخوان لو عاد الميت إلى الدنيا ما عاد إلى أحبابه ولا أولاده ولا إلى زوجته ما قال الزوجة زوجته لا لا ما قال الأولاد توزعوا الميراث ولا لا يا أين جوالي أين بيوت لا والله ما قال يَكْفِهِ يَسْجَدَ سَجْدَةٌ لِلَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى وَيَكُولُ غُفْرَانَكَ يَا رَبِّ غُفْرَانَكَ يَجْمْ أَنْ نَعْرِفْ قِيمَةِ الْحَيَاتِ قَبِلْ مَا نَنْتَقِلْ إِلَى رَبِّنا تَبَارِكَ وَتَعَالَى şu an var ya önemli olan bir kişi dünyaya gelecek olsa demez ya benim hanım evlendi mi demez ya benim mirasım ya mallarım arabalarım nerede ya nerede çocuklar dağıttılar mı demez vallahi Allah tabareke ve teale secde eder ey Allah'ım beni affet ya bir diye Allah'a yalvarır o açıdan hayatımızın kıymetini bilelim ölümleri görüyorsunuz ölüm ardına ölüm ardına geliyor ve biz de gireceğiz bir bakarsınız yarın belki de melekel mevut ölümle arkamızda ruhumuzu kapsediyor ama sonuçta ne var biliyor musunuz? günahlar var ta da etmiyoruz عندنا ذنوب أننا ما نتوب ما أقصى قلبنا بين القلوب يجب أن نتوب إلى علام الغنوب يا أخوان التوبة وتوبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى ربكم بيرشق آيات الله تبارك وتعالى الله تعب أدن الله تعب أدن شك علم حق والموت حق والحق أنك تموت وربك حي لا يموت كما قلنا نعم كم بنعيش بالدنيا ستين سبعين وبعدين الموت 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 يعني الموت يعني نعم 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى للفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لأنكم تذكرون شبهز الله iyiliği, adaleti, akrabalar yardım etmeyi emreder fuhşi, münkeratı azgarlığı yasaklar o düşünüp tutasız diye sizlere öğüt veriyor وأكلم الصلاة